لا تعني الإبادة الجماعية بالضرورة اتباع سياسة الأرض المحروقة ضد منطقة ما فلقد تكون باتباع سياسة البلد المحروق عندما يحوله المسؤولون إلى مقبرة جماعية للسكان تنوع أسباب الموت في العلاق تشي بأن البلاد تحولت إلى مأتم كبير يندب القتلى بأساليب مختلفة مرة بالحرب المباشرة ومرة بالاغتيالات والخطف ومرارا بالتجويع والحرائق وتمكين اليأس في نفوس السكان فتكثر عمليات الانتحار بين الشباب بالأمس مستشفى الحسين بن ناصرية وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد وفي الغد لا يعلم أين عرائق في أكثر الأماكن التي من المفترض أن تكون عالية التجهيز ضد الكوارث قتلى بالعشرات وجرح بالمئات يدفعون ثمن الإهمال والفساد فإذا كان هذا الحال في المستشفيات فكيف بغيرها ومن حريق المستشفيات إلى التلوث البيئي وتسمم المياه حيث شهدت مراكز الصحة في البصرة عشرات الآلاف من حالات التسمم بالمياه الملوثة في عام 2018 وأكثر الطرق غرابة في قتل العراقيين بالفساد والإهمال الحكومي محاصرة العاطلين عن العمل بقطع كل أسباب أرزاقهم وتركهم بعد ذلك فريسة للمخدرات أو دفعهم إلى الانتحار ولتكتمل فصول المأساة فإن كل ذلك يجري في ظل دولة تحكمها ميليشيات تتولى القتل المباشر وتترك للسياسيين مهمة القتل غير المباشر للسكان عن طريق الفساد أوضح ما يصف واقع العراق هو أن المواطنين يمشون وسط غابة ألغام مظلمة ومع كل خطوة ينتابهم الشعور بالخوف من مصير مأساوي ينهي حياتهم